مؤشر الاستدامة الأعلمية موضوع بلوك نوت لليوم هالنوع من الدراسة اللي رح يطلق نهار الخميس موجودة معنا ليلى بهنام من مؤسسة مهارات مؤسسة مهارات هي مؤسسة تعنى بتعزيز حرية الرأي والتعبير بتشتغل على عدة برامج وعدة أضايا في لبنان بيناتها تطوير الأطر القانونية لكل شيء يتعلق بأوانين الإعلام ويتعلق بتعزيز حرية الرأي والتعبير مثل الرقابة وغيرها وبتشتغل أيضا على تدريب طلاب الإعلام والإعلاميين الشباب لتغطية إعلامية بمقاربات تانية أكيد بتحترم حقوق الإنسان وغيرها من البرامج وأيضا بتشتغل على دراسات كمانا بمجال الإعلام نشر دراسات بمجال الإعلام منهم هالدراسة اللي رح نحكي عنها اليوم؟ هذه دراسة آيركس اللي هي منظمة دولية بتشتغل على تطوير قطاع الإعلام بالعديد من البلدين وبتنشر أيضا دراسات من بلدين مختلفة بشمال أفريقيا وبآسيا باللبنان هذه الدراسة عملت بالشراكة مع مؤسسة مهارات هذه السنة الثانية على التوالي اللي مؤسسة مهارات عم بتقوم فيها الدراسة هي عن كيف المستهلكين يعني في عدة أهداف اللي قامت في مؤسسة مهارات هو الهدف السادس اللي هو المواطنين كيف بيشوفوا كيف بيشوفوا الإعلام يعني من وجهة نظر المستهلكين للإعلام السنة الماضية كان الأكس مختلف أو كان الهدف مختلف؟ لا زيت الهدف يعني مهارات بتشتغل على زيت الهدف اللي هو المواطنين كيف بيشوفوا الإعلام هل هو بيعكس فعلا القضايا اللي هن بيحبوا أنه يشوفواها بالإعلام وبتابعوا التطور هالموضوع من سنة لسنة يعني بيتغير مع الوقت مع الظروف مع تطور الأعلام معك طبعا يعني هيدا المؤشر هو لسنة 2012 نحنا بنقوم فيه بس انتهي سنة 2012 يعني عملنا المنهجية المنهجية المتبعة هي وحدة بكل بالعديد من الدول لأن مثل ما قلتلك يبين عمل بعدد بعدد دول كل بلد عنده مؤشر استدامة أعلامية لأله فبالنسبة للبنان بنقوم بعد انتهاء السنة يعني بال2012 بس خلصت تشكلت بنقع هيئة من تقريبا 15 شخص بمثلوا قطاعات مختلفة بلبنان بيشتغلوا بالمجتمع المدني أكاديميين بيتابعوا الإعلام بيتابعوا قضايا مرأة حقوقيين يعني من قطاعات مختلفة فنحن وياهون بنعملها بنطبعها المنهجية اللي هي مألفة من سبع مؤشرات بتم طرحها المؤشرات وكل عضو بها الهيئة بيصير هيك يجرب يستذكر أمثلة صارت بالسنة المنصرمة يعني بال2012 كيف تعاطى الإعلام مع عدد من القضايا أكيد مدعمة بأمثلة لحتى نطلع بسكار واحد أو نقطة موحدة لتقييم الإعلام لتقييم المواطنين للإعلام يعني تقييم المواطنين للإعلام عامة نعم لأنه كمان عنا بلبنان مثلا كل إعلام بتعاطى مع موضوع معين بطريقة مختلفة طبعا ما هي يعني هو بنمشي حسب هالمؤشرات يعني مثل ما قلتلك فيه عدد من المؤشرات بتشوف قديش هالإعلام كل شيء يعني مش بس نشرات الأخبار أو البرامج يعني وكل القنوات الإعلام اللبنانية وحتى كل الوسائل يعني من تلفزيون لمطبعات لنيوز ويب سايتس يعني كل الإعلام هو مشمول بهذه الدراسة بس مثل ما قلتلك من وجهة نظر المواطنين هن شو بيشوفوا يعني بيتوجه لإلهم هالأسئلة اللي هي مستندة على قديل الإعلام عم ينقل قضايا بتهمهم وكيف الطريقة اللي عم ينقل فيها أدي عم بيكون فعلا بناء أدي عم بيكون عم يفتح مجلة حوارات شاملة أدي عم يشرك كل الفئات أيضا بمقارباته الإعلامية وبرامجه ونشرات أخباره رح يكون فيه إطلاق لك النهار الخميس لها الدراسة الإطلاق لهذه الدراسة رح يكون النهار الخميس إذا بدك يعني هي رح تكون أكتر إعلان للنتائج اللي توصلت لهذه الدراسة سبيعا إيجابية بأي أو بأي نسبة السكار يعني هي النقاط اللي بتنوضع هي على أربعة السنة النقطة اللي نوضعت على هذا المؤشر تحديدا هو 1.44 سنة الماضية حسن عن السنة الماضية لأنه السنة الماضية كان 1.28 ونسبة لدول المجاورة نسبة لدول المجاورة يعني نحن بس مختصين بي لبنان يعني ما كتير بعرف عن الدول المجاورة بس إذا بدك بقدر أعطيكي هيك ملخص عن شو كانت يعني أبرز هيك الخلاصات من وراء هيدا الدراسة الناس اللي كانوا مشتركين بهيدا الهيئة كان عندهم بعض النقاط الإيجابية وبعض النقاط السلبية رح بالأول رح يكون الكسيونير يعني لعينة من ال هو العمل دجا يعني كان لعينة من الناس كان لعينة من الناس العاديين اللي نحن قلنا أنه هولي بمثله مختلف شرع المجتمع يعني الجمهور شو بحب أنه فعلا يشوف أبرز الخلاصات كانت أنه الإعلام بسنة 2012 كان فيه كتير من المعلومات يعني ما كانت شغلة ما كانت شغلة سلبية ببقى أنه عم تسألين إذا سلبية أو إيجابية يعني كانت أنه فيه كتير معلومات بالإعلام ولكن قدال الإعلام المشكلة كانت أنه قدال الإعلام عم يقدر أنه يأثر إن كان بالرأي العام أو أنه يجعل السلطات السياسية أو يكون فيه نوع من المحاسبة تجاه السلطات السياسية يعني هل عم يقدر يقوم بهذا الدور لأنه هذا أيضا أحد المؤشرات بيتعلق أنه قدال الإعلام عم يقدر يقوم بهذا الدور أنه يحاسب السلطات السياسية فكان فيه كثير أمثال وكثير أمور مثل ما قلتلك فيه أشياء إيجابية اللي هي وفرت المعلومات بالإعلام اللبناني ولكن بذات الوقت عدم قدرته على التأثير بالحجم المشاكل اللي يعانيها البلد كان فيه عدة أمور بتتعلق مثلا بالتغطيات المباشرة هذه الأشياء اللي كانت كثير كل الأعضاء الهيئة عم يحكوا عنا التغطيات المباشرة لكثير من الأحداث اللي صارت بالألفين واثنعش الأبرزة قضية المخطوفين بأعزاز كيف تغطيت يعني التسرع بعض الأحيان بنقل المعلومة وكيف ممكن لهالتسرع أنه يأثر على الرأي العام سلبا يعني هون الإعلام مثلا ما لعب دوره أو كان فيه نقص بلعب دوره ولكن بذات الوقت غطى كثير أمور كثير أمور تانية بس ما قدر أنه يكون مؤثر ويحاسب السلطات السياسية وكان دائما لما يتم طرح أي موضوع بعيدا عن السياسة قضايا اجتماعية بتهم المواطنين كان يتم طرحها كان يتم طرحها مش بالعمق أو من بعد حادثة معينة يعني مثلا الأدوية المزورة فقط تناولى الإعلام من بعد ما صار فيه فضيحة اللي هي تزوير التواقع وزير الصحة عندها تناولى الإعلام يعني فيه قضايا عديدة بتهم المواطنين ما حسوا حالهم أنه الإعلام مزبوط عم بغطيها بالعمق اللازم وهل عنده قدرة على المتابعة أصلا حتى لو كان فيه فضيحة صحيح يعني هيدا هي كمان المتابعة فيه قضايا عديدة قضية اللحوم الفاسدة وغيرها يعني بس لما تصير القضية منلاحظ أنه الإعلام عم بضوء بغض النظر عن السبب يعني ما بيخليه تابع وما بيخليه ضوء يعني من إحنا ما فتنا ما فيه من الأسباب كيف عم بيشوف قداء عم بيشوف حاله ممثل بهالإعلام قداء عم بيوصل له قضايا يعني فيه كتير أمور مثل ما قلتلي كان فيه مثلا المرأة قداء هي ممثلة بالإعلام هالتنوع الموجود عندنا بالبلد قداء عم بيكون معكوس بالإعلام يعني المرأة بالرغم من أنه منشوف أغلبية موزيعات الأخبار هنه نساء أو الموجودين على الشاشة هنه نساء ولكن ولا مرة منشوف خبيرة عم تحكي بموضوع سياسة أو حتى موضوع اقتصادي مش ولا مرة ولكن نادرا نادرا أكيد خاصة بنسبة قليلة إذا مقارنة مع الخبراء الرجال بالرغم من أنه أكيد فيه كتير خبراء نساء بيقدروا يفهموا بمواضيع اقتصادية أو غيرها مقدمات نشرات الأخبار أيضا كان فيه هيك يعني نحكى كتير عنا بها الهيئة أنه كمان أنه قداء عم بتكون بناءة أو قداء بالعكس عم بيكون فيها نوع من الانحياز أو عم تكون رأي أكتر أكتر منه خبر نعم يعني ضمن المؤشرات أيضا أديش المواطنين أدي المواطنين عم بميزوا الخبر إذا كان خبر أو إذا كان رأي أو إذا كان دعائي يعني فيه برامج ببعض الأحيان تقدم على أنه برامج لنقول صحية ولكن هي عم بتكون دعاية لمنتجات مثلا معينة الدراسة من هالنوع هل تأثر على دور الإعلام أو على فعاليته أو على قدرته بالسنة اللي جاية يعني هذا الهدف من هول الدراسات مش بس أنه تكون يعني تنعمل هيدا الدراسة وما نقدر نبني عليها يعني عطول دائما منحاول أنه نبني على هالدراسات منحاول نشرك قد ما فينا المؤسسات الإعلامية بنتائجها لحتى أنه يكونوا وعيين يعني الجمهور أو المستهلك شو بده من الإعلام وأيضا يعني السنة الماضية الشي اللي عملنا لنقدر نبني عليها هي أنه نشرناها بالجامعات بكلية الإعلام بالجامعات اللبنانية عملنا هيك جولة لحتى نطلعون عن نتائج الدراسة وكيف هنه ممكن أنه يساهموا بإعلام أكتر بناء ويفتح المجال أكتر لحوارات شاملة ودامجة هل يوجد علاقة مع المؤسسات العالمية بهالإطار؟ أكيد يعني السنة الماضية كان معنا السيد وليد عبود بالجولات اللي عملناها بالجامعات لحتى ننشر وعي الطلاب أكتر عن الإعلام ودور الإعلام كيف ممكن أنه يكون بناء وكيف ممكن أنه يضوع على كل هالتنوع الموجود بالبلد بطريقة إيجابية مش سلبية أهلا وسهلا فيك ليالا بهنام من مؤسسة مهارات وإذا نحن نحن بانتظار يعني تكون هالدراسة على العلانة ونشوف شو هي نتائجة شكرا لك مشاهدين نوقف هلأ ونرجعنا نتابع موسيقى 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 موسيقى